أقرى اجتماعنا برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير تشكيل لجنتنا تضم عددا من الجهات المختصة للنظر في محتوى انشطة وفعاليات تيدكس سيئون المقرر إقامتها نهاية نوفمبر الجاري كما أقرى الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة المهندس هسيام الصعيدي عبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري ورئيس جامعة سيئون دكتور محمد الكثير ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعددا من مدراء المكاتب التنفيذية قيام الفريق المنظم للفعالية بعقد لقاءات للطالبات في التعليم العام والجامعي وكذا قطاع المرأة لمناقشة التفاصيل الكاملة لطبيعة الانشطة التي تتضمنها الفعال